اشتركوا في القناة 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 مكعان صدقائي و في الدهن مرمزان أشيه أختاني لدهن أقضى في شهاء مرمزان ترابه في مكعان صدقائي ويوجد مرة أخرى م�زان وضعه y فقصي وشهاء قريبا مرمزان والظام قريبا الإجاب وشهاء الإجاب منسنو ��� وشهاء وحده وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي وأخواتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذه فرصة طيبة ومناسبة سعيدة ألتقي فيها بإخوتي وأخواتي الكرام من أهل هذه البلاد البوسنة هذه البلاد الطيبة ذات التاريخ العريق هذه البلاد ذات الامتداد في الإسلام منذ زمن بعيد هذه البلاد التي كانت ولا تزال تمثل جزءاً من أمة الإسلام وطرفاً عظيماً من بلاد الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألتقي فيها بإخوتي وأخواتي الكرام من أخواتي ألتقي فيها بإخوتي وأخواتي الكرام من أخواتي وستمعوا دوغة الإسلامية وأخواتي كيات تنسية تنسية العربية كيات تنسية تاريخ نحب هذه البلاد وأهلها لأننا نجد فيهم انتسابا عظيما قوي للإسلام لن ننسى ولن ينسى التاريخ أن بلاد البوسنة رغم أنها مرت بأمرين عصيبين وظرفين شديدين إلا أنها كانت ولم تزل تحافظ على دينها أقصد بذلك ما مرت به من شيوعية ظالمة هدمت ما يتعلق بالإسلام وأقصد بالأمر الثاني حرب أيضا أنهكت المسلمين ورغم أن كل واحد من هذين الأمرين الواحد منهما كفيل بإضعاف الإسلام وقتله في نفوس أهله في بلد ما إلا أن بلاد البوسنة بعد هذين الأمرين لم يزل فتيل الإسلام مشتعلا في قلوب أهله فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا بلاد البوسنة بلد البوسنة بلد البوسنة بقبولي تحييتم وحترام وحبب كبير أحمله لكم من بلد الله الحرام من مكة المكرمة بلد الإسلام بلد القرآن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لكم إخوة هناك يحبونكم في الله ويحملون لكم حبا عظيما واحتراما كبيرا بل ويقدرون تماما بقاء الإسلام في قلوبكم وقلوب آبائكم وأبنائكم وأنكم جزء من طرف الأمة عظيم مهم نحبه جميعا س cobانيه بلد الله اخبته سيدا كبيرا road بصانس blogs أثرا becomes غَّرة أهم جميع أع蔽 لسيما لسيهم كبيرا وقال أعود مهمي ف sworn في ش Mond اللهaca لك إستقف شرطا أميم Tim و 좋다 عبد الله عمنا إHIbear الله الأمة أثده أنت أنت أنظى أميد أميد من المكلة في شخيف أميد الإسلامة أميدنا Grand word أميد مكلية لهم أميدنا أميد الله أميدنا أعوام أميد أميد شيء فالو鍋ن الذي يعلمه لكم الذي نسى لباوه وصوهي سبسي مابهما صوية وبراتي مسلماني موجود ثم سيكون حديثنا في الدقائق المقبلة عن قضية كما سمعتم في الإعلان ورأيتم في الخبر نحتاج إليه جميعا قضية لا يستغني عنها أحد منا على الإطلاق مسألة تهمنا جميعا فردا فردا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا لأنه جزء من طبيعتنا لأننا بشار إنه موضوع الحب وأعذمه وكيف يكون حديثنا إذن عن شايد إن داخل القلوب لا يخلو منه قلب إنسان ونحن جميعا نعيشه نحس به لأننا بشر كما قلت ولأننا بشر فقد خلقنا الله تعالى كما خلق رؤوسنا وأيدينا وأرجولنا والأعين والآذان وكل شيء في جسدنا كما خلق الله فينا ذلك فقد خلق فينا العاطفة التي تقود إلى الحب إذا تقوم بخلق أنني انتقام في جسدي القلة نتقام بخلق أنه يحصل في جسدي يسر çal إليناً ما هو يحصل في جسدي Hائل الله تعالى أعطى جدًا منهم ألما أمانا الله تعالى قلق الله تعالى يحصل على في جسديه ألما قلقه أعطى محلول قلقه في جسديه كما قلقه يحصل على أدرق الشهائي كما قلقه يحصل على الأعيات أو من الأ當 لذلك أنه شيء جدا و جدا و جدا في جسديه معنى هذا أنك تحب لأنك إنسان وحاجتنا أيها البشر يا بني الإنسان حاجتنا إلى الحب فطرة خلقها الله تعالى فينا وردناها كذا نعم خلقنا الله يولدو أحدنا وفي داخله الحب كما قلت لأنه خلقه الله كذلك ولي هذا قال الله عز وجل في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب فذكر الله الحب أنه مزيا للناس أنه محبوب خلقنا هكذا أننا نحب وذكر الله أصنافا مما يحبه الناس في الحياة يعني مما أحبه أنا وأنت وهذا لا يمكن أن ننكره لأن الله خلقنا هكذا ذكر الله أننا نحب النساء والبنين والذهب والأموال والتجارات وأنها من متاع الحياة ذا لأن الله تعالى سيقول southwest Making people Oftentimes MIT بمط平 ف mangين المنساء والأموال 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 الحجي كذلك يخل الحبي عندما يريد أن يريد إلى مدالةهم أن كان الإ sustaining tresبال من الصهار وأن سيدة ، وأن سيدة مع سيدة ، ومشكلك هرة و هو جزء من طبيعتنا التي خلقنا عليها ولهذا سأسألوا الان سؤالا سؤال يقول هل يوجد أحد من بين الجالسين الان يستطيعن يقول إنه لا يحب لا يحمل في قلبه حب إن كان كذارك فل يثبت ويرفايده هذا لا يمكن أن يكون لسبب واحد فقط إن كان إنسانا فهو يحب و لا بد و إن كان لا يحب إما إنه ما فهما السؤال أو حتما لا يمكن أن يكون إنسانا قد يكون مخلوقا آخر خلق الله عز وجل أصنافا من الخلق ليس كلها تحمل هذا المعنى يعني البهاء مثلا أكرمكم الله الحيوانات تعيش حياة بين بني جنسها بين مخلوقات تماثلها و تعيش حياة تتكاثر و تعيش و تأكل و تشرب لكن لا تستطيع أن تزعم إنها تحمل في قلبها حبا كالذي خلقه الله تعالى في البشر كالذي خلقه الله تعالى في البشر هادي جزء من التصرفات يراها الاخرون الحب القلق الحذر التوتر هذه أشياء نمارسها لكن في داخلنا فأنت تخاف و في داخلك تحصل أشياء بسبب الخوف هي تصرفات لكن الناس لا تراها كذلك أنت قلق حذر من شيء ما و في داخلك أشياء تحصل بسبب هذا القلق والتوتر والحذر والخوف والحب كذلك نوع من التصرفات هي في داخلك لا يراها ناس دعني سمي وترد أشياء قلق هل تتخذ أموته وضعه ومتعني لم تظهر فيها وعندما فهمت هذه الأساس ورؤية التي تريدوا الواضح عنها الآن هل تحت رأس الأحفي؟ هل تحت رأس الألم؟ هل تحت رأس الأهم؟ هل تحت رأس الألم التي تشعرنانا هل تحت رأس الألم التي لا تنعلمها إلا أنت؟ موسيقى 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 سؤاليك عنها. لكن في المثلоб أن تضغر للمسان أنك أخذ أو تشرب الشيء في أن تلا تخل و لا تشرب مستخدم على تفكر للسدين Purple لكنه لا يمكن أن يكون محب في قلبك و تقول أنك لا تحبه لكنه لا يمكن أن تتبع شيئاً و تقول أنك لا تحبه بمعنى أنك عندما تحب شيئاً ستفعل أشياء فالتصرفات الظاهرة من الأفعال والأقوال سببها الذي في داخلك كذلك لما يقع الخوف وهو تصرف داخلي باطني فإنه يحملك على تصرفات وأشياء وليس العكس يعني أنت تركض وتهرب لأنك تخاف تضحك لأنك تحب وليس العكس يعني لا يمكن أن يقول الإنسان إنه يركض من أجل أن يحصل على الخوف والعكس هو الصحيح هاها كوفيح فضل déعت عن مives وضعلا كذلك لاكت simplement أنت أجل انتغالي وي تحالى وضعقى وما يديه أجل قد أرجى لأنك تحالى أعجل أعجس الأفام أعجل أنتغال على نفس أردون أن يكون هذا مقنعاً و سأعيدو السؤال شكرا يؤمن أن أتمنى أن هذه الأنفذة تهم أثناء و أعجب أفضل وأنت أتمنى مجتماً الأشخاص الإنسان والأسفل هم أهم والأخفار والأعظم أولا من هذه الأشخاص يؤمن أن أتمنى أن أفضل أولا فهمنا هذا وهو أن تصرف الإنسان وتسلوكه وأقواله وأفعاله مبنية على ما في داخله من العواطف من المشاعر فينبغي هنا أن نقول نقطة ثانية مهمة كثيرة هي عواطف الإنسان هي تصرفاته في الباطن عندنا مثلا خوف وعندنا حب وعندنا رجاء وعندنا قلق وحذر وتوتر هذه العواطف على اختلافها إلا أنها درجات وأعظمها تأثيرا على القلب وتأثيرا على النفس وتأثيرا على الإنسان هو عاطفة الحب أكثر من غيرها من العواطف إذن هتاني مقدمتان سأعيدوها باختصار العواطف التي تكون في داخل قلوبنا هي التي تؤثر على تصرفاتنا وسلوكنا يوش يدوم دا potفرديمو دكلي اسيشاي کوي اسيشامو او سوين پرسما اوني اتشونا اونو شو ازلزي وناشو بانشتيني في داخلنا في صدورنا أنواع وأعظمها وأشدها تأثيرا على القلب هو الحب وكثيرا على القلب هو الحب وكثيرا على القلب هو الحب نقطة مهمة لماذا نتحدث عن الحب؟ أرجو أننا وصنع إلى الجواب لأنه هو نقطة رقم واحدة التي ستحكموا طريقنا في الحياة وكثيرا على القلب هو نقطة رقم واحدة وكثيرا على القلب هو الحب الذي يحميله الإنسان في قلبه وهذا يحتلف من شخص ولا آخر لكن على قد يخرى هذا الحب يحتلف المواقف في الحياة ويحتلف البشر في دراڈاتهم وطوزيعهم بقدرة ما يحميلون في قلبهم من قد يخرى في هذا الجانب أولاك في هذه الأحب في كل مدد كل أمي أنا جديد لا يوجد أحب من أجل أمني أو أخرى أمني أمني إجراء أخرى أولا كل أمني 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 أصب أمني أمر ويقفة المكان ومكان في الوصف. فقط اذا كان هناك مرحبا. لذلك كان هناك حديث في المحاضر عن عظمي حب. لذلك هو نهاية الأولى الأولى الأولى. لذلك يقول لأننا بشر ولي أننا من جنس الإنسان فلابد لنا من حب ولابد لل قلب من محبوب يتعلق به لا محالا. لأننا بشر فلابد أن يكون لنا في قلوبنا حب ولابد في قلب كل إنسان محبوب يتعلق به. لذلك كما قلت لنا من جنس الإنسان فهذا مسألة خطيرة. لأنه إما أن يكون حبا يصحيح مسار الإنسان ويقوده إلى الصواب والخير والفضيلة وإما إلى طريق آخر والعياذ بالله. لذلك كما قلت لنا من جنسان محبوب يتعلق به لذلك كما قلت لنا من جنسان محبوب. بين المسلم الذي يحفظ على الطاعات والآخر الذي يتساهل ويقبل على المعاصي والسيئات هو فرق الحب في قلب هذا وذك. لذلك سبب أخبر لذلك سبب أخبره لذلك سبب أخبره كما قلت لأنه في قبل الله وقبل أنه يكون من جنسان محبوب الذي في قلب هذا وذاك تعالى في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالآية واضحة أن المؤمن أعظم حب عنده هو حب الله وغير المؤمن أحب غير الله فانحرف عن الإيمان ووقع في الكفر أن الحب هي القضية رقم واحد وما نحمله في قلوبنا هو الذي سيحدد طريقنا إما إلى نجاة وإما إلى هلاك وغير المؤمن أحب على نفسك لتحدده وتعرف ما الذي في قلبك ويحاول أن يحسر الأشياء التي يحبها أحب أن يحسر الأشياء التي يحسر الأشياء التي يحسر الأشياء التي يحسرها ستفكر في الطعام الذي تحبه والعصير الذي تحبه والسيارة التي تحبها وتفكر في أشياء حول السؤال بماذا تحب؟ ستفكرني عن مكان تحب لجلوسفينه وبيت تحب أن تسكنه وسيارة تحب أن تركبه وهاكذا هذا هو كان سؤال بماذا تحب؟ أعطيه لقد أحدثت كيف تتوقف أنا أسألك عن شخص عن محبوب يتعلق في قلبك ستخبرني مثلا عن زوجتك ستخبرني عن أمك و أبيك ستخبروني عن أحد ابنائك إنك تحببه ستخبروني عن صديقين تحببه و هكذا سؤال يقول أهم و أخطر و أكثر تأثيرا في الآخر ماذا تحب أو من تحب و سبب لأن من تحب هو الذي سيحدد لك ماذا تحب لماذا تحببه لأنه تحب بأسفل لأنه تحب في حياتنا عندما تحب شخصا و تتأثر به تجد نفسك ستتعلم أشياء تحبها لأجله حتى الطعام والشرب حتى اللباس أشياء كثيرة ما كنت تحببها لأنك أحببت شخصا ما والدا أو والدتا أو زوجتا أو صديقا ستجد نفسك أصبحت تحب أشياء من ماذا تحب من أجدي أنك تحب هذا الشخص ستجد نفسك عن طوالthing ماذا تحب negative Somebody δacı ستجد أن تحب قمذات اشترك وتسجد أن تكون المسلم شخص أصبت إذاً الشخص ستجد His ما أ lux مذنث Adam المسلم الآن نففطنات أعجب جدًا نحن المعفودي خلوطنا هو الحب والذي يكبره نحسان من المعفودي هو الحب نحن المعفودي هو الحب نحن المعفودي هو الحب وما يتعلم بحبه ودرجوه سوء پسل تغا شتا جمعوالتي هذي يجب أن نسأل أنفسنا فيه بصراحة هذا المكان العظيم في قلبك هذه الغرفة العالية في قلبك لشخص ستملع به قلبك حبا سيكون هو الذي يحركك يمينا وشمالا هو الذي يرسم لك طريقك في الحياة هو الذي يحدد لك أنت من تكون السؤال هو هذا المكان في قلبك تخصصه لمن تضعه لمن من الذي يرسم لك أن يكون في قلبك هو الذي يحدد لك أنت من تكون بسبب أن تكون في قلبك من المشكلة في قلبك وان هو هو طول يطلب الوصل على طول تلك مفضل ورئيبك عن نفسك ما هو هو أمثل في ينغانبها في تلك شكرا ما هو أن يطلب الأمثل في تلك في شكرا وقال يطلب السبوت عنه البحث أعظم حب ألم يكون لا يكون إلا للأسف الإتصالي والسعادة والطريق الخير في كل ما نريده في دنيننا للمشاهدة لإنهارتك لهذا أ próstور يجب أن تكونوا لعبوبه لغاية. أراد الله يجب أن تكونوا لعبوبه لكلوآ! أراد الله يجب أن تكونوا لعبوبه فوق الآخر آخره في المعبوبة. وما يجب أن تكونوا إلى المعبة لغاية أوصدها. وإن gent مشكلة عنده أنه ضعف عنده في غلبي الله سبحانه وتعالى وتساله وثانب وضع في غلبي حب هذه الأشياء الله لا يمكن أن يقع في المعاصي والأثام لا لا يمكن أن يقع في المعاصي لا لا يمكن أن يقع في المعاصي لكن الوضع أن يمكن أن يقع في المعاصي فإنه يعد إلى الله مباشرة لأنه يحب الله وما الذي يضع في المعاصي والأثام لا يزال بعيدا وكل ما يقع مرة بعد مرة في الذنب والمعصية والفواحش يبتعد عن الله لأنه لا يحب الله إذن حب الله والذي سيعود بك مرة أخرى للطريق الصحيح جاء رجل مرة من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا به يشربوا الخمر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعقابه فجعلوا يضربونه لأنه وقع في هذه المعصية وأقام عليه هذه العقوبة الشرعية فكانوا يضربونه بعيديهم وأرجلهم ونعالهم فسبه رجل من الصحابة لأن الصحابة كان إيمانهم عظيما فقد تضاقوا من هذا التصرف فسبه رجل وقال هدا كم مرة يقعوا في مثل هذا ويأتي هنا ونضربوه ونعاقبوه بسبب الحمر لأنه بس طبال الله ونعقابه بسبب الحمر بس طبال الله ونعالهم بس طبالهم وحبوا بس طبالهم لأنه بس طبال منه أشرح من المعصية لأنه لم يمكن أن تفتح لك كيف أفضل هذا المعصيح لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهىهم عن ذلك وقال لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله يمكن أن يحب الله و يقع في الظنب والمعصية و يتكرر منه الجواب نعم يمكن لأننا بشار لكن الفرق المهم كما قلت أن الذي يحب الله حتى لو وقع في المعصية والذنب والخطيئة لأنه يحب الله فسيعود إليه مباشرة سيستغفر و يتوب و يبقى حب الله و الدواء لهذه القلوب التي تعدها مرة أخرى إلى الهداية والتوبة مثال آخر قد لا يكون عندك أخي الكريم و أختي الكريمة قد لا يكون عند أحدنا طاعة كبيرة ولا يكون عنده عمل صالح كثير يعني هو يقوم بالصلوات الخمس و يترك المحرمات و ليس عنده طاعة كثيرة لكن مثل هذا يكفيه أن يحمل في قلبه حبا عظيما لله يمكن أن يعيكون شخص makeيه شخص أو Grandpa اشتركوا في القناة فقال له متى الساعة فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال آخر فقال له ما أعددت لها يعني أنت تسأل عن يوم القيامة السؤال هل أنت مستعد ليوم القيامة هل أنت مستعد ليوم القيامة أن تجاهز أخبرني ماذا عندك من عمل ستوفكر وكثيرا في صلاتك وصدقاتك وإحسانك وطاعتك وتحاول أن تفكر في أي عمل عظيم قد دمته لدين أو عبدت الله به أو قدمته به الإسلام سبب ربكأت الله سبحانه سبب رحضي مطلعا أجل ما تحكم في هذا الشهر شكرا لكي تساعدينه شكرا لكي تحكم في صديقه شكرا لكي تحكم في هذا الشهر شكرا لكي تحكم في كل شكل منهم القيام في أمام كل شكل من أمام شكراً للمشاهدة 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 يصنع ذلك يعني ابحثوا عن الجواب من عنده اسألوه لماذا يفعل ذلك قال الرجل لأنها صفة الرحمن يعني سورة قل هو الله أحد فيها صفة الله سبحانه وتعالى قال لأنها صفة الرحمن عز وجل وانا أحب أن أقرأ بها قال لأنها سورة قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن عز وجل هو أنه صفة الرحمن لكي تكتبه تفضحوا عن العز وجل وغتوق ولد المزل لأنها صفة الرحمن العز وجل كانت البيشارة الرائعة وكانت البيشارة العظيم الرسول الله سلالله ل maskاني فالصحاب صلى الله عليه وسلم كان قسم الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة yep they asked him قال لهم اخبروه ان الله عز وجل يحبه قال الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صحابه أثناء صلى الله عليه وسلم ثم قاموا على اطلب اجتصال يقول هذا الوصول اختصال صلى الله عليه وسلم قال يقول النهاية يتابعه له يقول الله يبطعه قبل للمشاهده حبك إياها أدخلك الجنة و الآن أنا أسأل نفسي وكل واحد منكم أسأل نفسه هل نحن كمثل هذا الصحابي فعلا نجد أننا نحب الله في قلوبنا أضروا أن نقرأ اليوم كل يوم سورة قلوب الله أحد في كل صلاة أهمل أن نحبك في قلوبنا السبب الذي كان يحملوه هذا الصحابي رضي الله عنه لا يجب أن نحبك سورة قلوب الله أحد نعم ان نظر بهذا الشبب انه يصدف هذا الشبب اسمه لبوده انه يظهر في الله في نهاية أصدقاء الهاتف عندما أقول الحديث عن حب الله فنحن نتكلم عن عبادة عظيمة من عبادة الإسلام أصدقائي وسألة عندما يقول لبوده في الله في الحب ليس كذلك يقول لبوده في الله في الحب نصلي ونعبد الله ونقرأ القرآن ونعبد الله ونصوم رمضان ونعبد الله ونحج ونعتمر عبادة لله فلابد أن نفهم أن حبنا الذي في قلبنا لله هو عبادة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والحج والعمرة نبت!' وناتلك ونعبد الله وننتجزا وليل أسألك اليوم كم مرة صليت ولا كم مرة صنت في رمضان ولا كم مرة كتب الله لك الحج أو العمرة أو قراءة القرآن هذه عبادات ولا كأجرها لكن السؤال الكبير هو هل جربت عبادة الله بأنك تحب الله؟ هل عبادة التي هي الحب لله يا إخوة موجودة في حياتنا حقيقة؟ هل يوم في أعمارنا الذي بلغى بأحدنا ربما عشرين سنة وبعضنا ثلاثين واربعين وأكثر السؤال هو هل نجحنا فعلا أن نعبد الله بالحب كما عبدناه بالصلاة والصيام والقرآن هل نعبد الله بالحب 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 هل تجد فيه حب الله هل نعبد الله بالحب 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 عطاء هذا الملك أو المسؤول وإكرامه لمن يحبه أكثر سيُعطيه أكثر من غيره مالك الملك بيده خزائن السماوات والأرض إنما يُعطي من عباده من يحب سبحانه وتعالى عطاء أكثر من غيره وإنقاء الله تبارك وطالع جسد أكثر من أشخاص أكثر من غيره وإنقاء الله يختم أكثر من ايمنه تزالي وإنه يحبه أكثر من الملك بشكل يحب الأسر بحكرة بين الله تبارك وطالعه هل يحب الله أعلا تبارك وطالعه وما من يغلMmه لبنه وصفه للاه في قلبه عليه أن يجيب على الأسرادت تالية يحب أكثر من ختياره وطالعه دالي اماه في نجمه سرطه و كيف انا نتعرف على ناردنا سرطة نستطيعوا أن نكشف بيها حبنا لله سبحانه وتعالى في قلوبنا كم هو يوجد زمكات التي تظهرون على كيف يحب بيها حبنا لله سبحانه وتعالى حقيقة أنفسنا وعلينا أن نكون صادقين مع أنفسنا لا يكفي إذا سالك إنسان هل تحب الله ستقول نعم هكذا بفمك فقط أسألت هل تحب الله ولا بدا أن يقول نعم لكن الجواب الحقيقي الذي يقشف لك المقدار هل هو عظيم أم هو ضعيف في قلبيك هو ما نملكه من العلامات التي تدل على حبنا لله مهدت من أحبها الله فلا بد أن يكون محبا لذكر الله أحبها شعرا أكثر من ذكر الله لأنه الى أنه يشترك لعب الانتقار لعبورا كل ما يحبه للغاية في قلب العبد سبق الأمان سبق الأمان سبق الأمان سبق الأمان وليهذا فكر الله سبق الأمان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذه ابحث عنها في حياتك هل هي كثيرة؟ هل هي موجودة معك كل يوم وليلة؟ هل تقولها سبحان ومساء؟ لا أريد الجواب لكن سأقول لك شيئا مهما عليك أن تعلم أنه إذا امتلأ قلبك بحب الله وجدت الذكر في حياتك كثيرا أنجم المتحدث على طلاق شيئا سعجية كيف ستكره الله عليك؟ هل ستكون سبحان الله الحمدللله لا إله إلا الله الله أكبر لا حولة ولا قوة إلا بلا بلوشته من هذه المتحدة كيف ستكون هذه المتحدة في هذا العالم؟ كيف ستكره الله على هذا الشيء؟ هل يتكره الله الله عاله وليلة؟ كلما ابتعد المؤمن عن الذكر كان هذا دليلا على ضعف حب الله في قلبه كما قال الله عز وجل لا يذكرون الله إلا قليلا الله تعالى قال في القرآن ونحن نفاق ولا نريده ونخاف على أنفسنا لكن هذه علامة أن حب الله إذا كان قويًا في القلب كان ذكر قويًا في حياتنا نحن نفاق نتمنى أنفسنا نتمنى أنفسنا لكن استنا هو أن تتعلم الله تقرأ لبنى الله تعالى حب من علامات حب الله سبحانه وتعالى هو حب كلامه حب القرآن الكريم другой znak لب Santver القرآن أيضا على رج programmًا في القرآن أعب أرجوถله للله أرجو الله سيطنى تضغني إذا أرأتا أن تملاق قلبك من الحب لله أكثر من القرآن مع هذا البقرآن اذا أردت أكثر أكثر من ذكر الله في حياته أكثر أكثر من ذكر الله تبارك وطالعا ي kilomet task Brush الله تبارك وطالعا قال-و � Renacون вспомните الله مع إضافة من جيدة وأترجى جديده كم المترجم إضافة في القرآن الضكرة لبعب في القرآن لبعب في الزكرة يعتني الأكثر من جيدة لبعب في الله الزكرة أيضا من علمات حبنا للا سبحانه و تعالى في قلوبنا ترجي زنك لباو كي يكتب أن يكون هناك لباو في نهاية سرطة إلا الله صلى الله عليه وآله وسلم أعزو جل أحب نبيه عليه الصلاة والسلام وأمرنا بحبه فإن من أحب نبيه عليه الصلاة والسلام سيكون محببا للاه يري الله تبارك وتعالى زولي بصانيك صلى الله عليه وسلم ينريد يو دقائمي وليمه فاكو غولي تيميك سيبريجي يالله تبارك وتعالى الله عليه وسلم مدحه ربه وأعلى مكانته وقال ورفعنا لك ذكرك فإذا أردت أن تقود قلبك إلى الحب لله فاملأه أيضا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يزاولي بصانيك صلى الله عليه وسلم يزدقاء ستن �عتنى نه يقول ما فإن الله تبارك وتعالى نعتنى ستنعتنى نه فإذا اردت أن تانع enjoyedه كيف ستنعه أنت تنعيش منه فتاعده لكه تنعيش نفسه من أحب نبيه الصلاة والسلام من أحب نبيه في قلوبنا هيا أننا أننا نجد أثرا في قلوبنا لكل ما يمر بنا من أسماء الله وصفاته نهاية الزكاة نهاية الزكاة في نهاية سرعة نهاية الله تبارك وتعالى نهاية نهاية ونهاية أشياء عندما يسأل الله نهاية جيدة إمانة وصفاته نهاية لا نره وإماننا به من الإمان بالغيب الذي أمرنا به نهاية الزكاة في نهاية ولم نره ولم نره ولم نره ولم نره ولم نره نعرفا ربنا بأسماءه سبحانه وصفاته Volimo Allaha i upoznali smo ga Preko njegovih lijepih imena I savršenih svojstava Zato je u Kur'anu došlo Jako puno Allahovih imena I svojstava Hoće Allah te bareke ve ta'ala Da nas upozna sa sobom Da nam kaže ko je on Zato što ako upoznamo Allaha Preko njegovih imena i svojstava Zavolit ćemo ga Zato ću kazati ne samo vama Nego cijelom islamskom umetu Onaj ko nema dovoljno ljubavi U svom srcu prema Allahu Taj ga nije upoznao I još jedna vrlo bitna stvar Koju ću kazati jeste to Da ukoliko ne bude Dovoljno prostora Dovoljno ljubavi U našim srcima prema Allahu Te bareke ve ta'ala Znači da ga nismo spoznali I ko Allaha upoznao više Taj će ga voljeti više Kada švatimo da je Kada švatimo da je Allah najveći Da je On gospodar I stvorite svega Ljudi i džina Tad će se ljuba prema njemu povećati Kada švatim da je Allah taj koji me je stvorio Koji me je obskrbio Koji mi je dao život Koji će me usmrtiti I ponovo proživjeti Koji mi daje sve što imam u svom životu Povećat će se moja ljubav prema njemu Kada švatim Kada švatim Kada švatim Kada švatim Da je Allah te bareke ve ta'ala A taj koji me je stvorio Taj koji me izliječi nakon bolesti Taj koji me izvadi iz nevola Ponovo će to biti uzrokom veće ljubavi prema njemu Kada švatim da je Allah plemeniti Da je on taj koji me obskrbio I roditeljima I ženom I djecom I autom Kućom I poslom I svim ostalim stvarima To će isto tako biti uzrok povećanja moje ljubavi prema Allahu te bareke ve ta'ala Kada švatim da je Allah te bareke ve ta'ala Sve u mogućnosti da uradi Da on sve može isto tako će mi to povećati ljubav prema njemu Kada švatim da je Allah taj koji oprašta grijehe i koji je milostiv I švatim da kada napravim neki grijeh ili neki prekrišaj da će mi ono prostiti To će isto tako povećati moju ljubav prema njemu Šta više kad se sjetim Više kad se sjetim Da sam drag i da me Allah voli Čak i kada pogriješim Pa mu se vratim i tražim oprosta od njega I to će svakako uticati na moju ljubav prema njemu Kada svatim da zrak koji dišem da je od Allaha Da piće koje pijem da je od Allaha Da je hrana koju jedem od Allaha Odjeća koju nosim da je od Allaha I pored toga ja mu griješim A pored toga on me i dalje obskrbljuje ovim stvarima To će opet povećati moju ljubav prema njemu Kada svatim da mi Allah Tebarek wa Teala da je uspeh umum životu Da mi daje uspehu u mom školovanju U mom poslu, u porodici i na drugim stvarima I pored toga što sam ja neko komu čini grijehe Wallahi to će povećati moju ljubav prema njemu Lama ti, anni aqa' v bađo v bađo v dhnubu v almacu Lakin Allah je gafiru li Vala je uraqibuni Walu arad subhanahu an yuhlikani lāhlekeni Lahu arad an yuhriqani lāhraqani Lahu arad an yقتulani lākatalani Lakin Hujetrukuni Wa ju'tini fursatan mratan uhra li a'ud wa atub Wallahi sa uhibbuhu subhanahu wa ta'ala Kada svatim da sam ja neko ko griješe Allahom Da sam ja neko ko ne radi dovoljno ibadeta njemu A i pored toga On mi oprašta A on je taj oprašta mi I ne samo to Nego je u stanju da me uništi Da me zapali Da me utuši Da me ubije na bilo koji način A to ne radi Pa moja ljubav se prema njemu ponovo povećava Kada vidim da me Allah rani Da me oblači Da me poji A ja mu grieši Ja mu dovoljno se ne zahvaljujem On me hrani A ja mu ne zahvaljujem I pored toga I dalje nastavlja da me hrani Da me obskrbljuje A znam da može da me kazni To opet povećava moj ljubav prema njemu Puno je Allahovi Tebareke ve ta'ala Lijepih imena I savršanih svojstava O kojima smo obavješteni U Koranu i u Sunnetu An na'rifahu aktar Allah tebareke ve ta'ala želi od nas Zaga što bolje upoznam Ako bi ga što više voljel Urije Što više voljel Fi kulubina aktar Allah traži od nas Traži od nas Da bude Da zauzima najveće mjesto U našim srcima An nuhibbe šejan Fi kulubina aktara minhu Subhanahu wa ta'ala Allah nije zadovoljan da u tvom srcu Zadovoljan da u tvom srcu bude Iko bitni od njega An jakuna Lahu a'zamul hub fi kulubina Subhanahu wa ta'ala Ima najveće pravo Na najveću ljubav u tvome srcu Ako ga mi budemo voljeli Puno ljubav u našim srcu On će nam dati sve što želimo A ovo sve što smo kazali Ovo je ukratko Ili na najkraćiji način Rečeno Spomenut način sretnog života Na dunjalu A leste tuhibbuna ašijaa kathira filhaja Zar ti brate i ti sestro Ne voliš jako puno stvari u svom životu A leste natihira an te tahakaka lana filhaja Zar ne očekujemo da nam se Razni snovi u našim životima o stvari Skrati put ka tome Kulubikum kama jeđib Se juootikum ma tuhibbun Voli Allah punim svojim srcem Punim svojim srcem Onako kako on zaslužuje Allah će ti dati sve što hoće Jer ako ga mi zavolimo na pravi način Samim tim ćemo mu se i približiti Da mu budemo pokorni u svemu onom Pokorni u svemu onom što nam je naredio Jer ako ga toliko volimo Ako ga toliko volimo Sve što nam naredi nećemo to zapostaviti Ako ga volimo nećemo uraditi ono što nam je on zabranio Nahnu na'budu Allah ta'ala bilhub Volimo Allah tebara k'o ta'ala ljubavlju Les ne na'budu Allah bilh k'avu fakat Volimo ga samo strahom od njega Ante li mada tu salli To što znaš da ćeš biti kažen ako ostaviš namaz Ili što ga voliš pa dođeš i stanješ pred njega Klanujući mu namaz Itaj sebe za svaku pokornost koju činiš Allahu tebarake wa ta'ala Najveći razlog robovanja Allahu tebarake wa ta'ala Volehaza lazimna netahedthu lejla An aazam hub ježib an' yakon fi kulubina Zakarna mjegmu'ata min alamati lihubina ljubavlju Razne iznakove ljubavi prema Allahu tebarake wa ta'ala Kothra zikri Allah tebarake wa ta'ala Kothra zikri Allah tebarake wa ta'ala Hubbu'l-Qur'an, hifzuhu wa qirāatuhu wa fahmuhu wa tedabburuh Kur'anu, učenje Kur'ana Učenje Kur'ana na pamet Često iščitavanje, tefsira Razmišljanje o Allahi i majetima Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam Prema Allahom posaniku sallallahu alaihi wa sallam Ajdan hubbuna lillah bi asmaihi wa sifatihi Odnosno ljubav prema Allahu tebarake wa ta'ala Posredstvom njegovih imena i savršenih svojstava Wa an nafhamaha kama jāat fil kitabu wa sunna Nako kao što su spomenuti u Kur'anu i u sunnetu Wa an nujutī qlubana wa ukuulana Havdhha kullama marrna b'āyya Fihha asmāu Allah wa sifatullā An nakifah indhah kathīra Ustriymi mumsu swayu pājnu Pramadielu aaytau komea Allah Tebarake wa ta'ala Sebeu pīsuhi Swayim liepim imenom Ilisavršenih svojstava Rāyitum kifan al-sahabi Lama a-habba sūra Qulhu wa l-ahu a-had Dخel al-jannah As-hab kweyye zavoliopunu Sūra qulhu wa l-ahu a-had Kada su ga upitali Zašto je veli Zato što je kazao Ona je puna svojstava Laha pa je zato uči Ako želimo da se naša ljubav Prema Allahu poveća Onda moramo da volimo Sve ono što Allah voli Wallahu kad akhbarana Ketīran fil-Qur'an An mada juhib subhanahu wa ta'ala Baviesio na mnogo mjesta U Kur'anu o stvarima Koje on voli Juhubim ul-ibadihi An yatubu ilaihi Inna Allah juhibbu tawwabi Sve da je on taj koji voli Oni koji mu se puno kaju Juhibbu min ibadihi Llazina mu hafidun Al-tahara Wa s-salā Wa juhibbu l-mutatahirin Juhibbu ahle l-ihsan Al-ladhina juhsinuna ila l-khalq Wa ila l-nas Inna Allah juhibbu l-muhsinin Da je da voli one koji vole Hajr i dobro drugim ljudima Fattish fil-Qur'an Fattish fil-Qur'an Se tegidu kathīra min hāda Otrafiš fil-Qur'an I vidjet ćeš da ima Puno primjera Odnosno stvari koje Allah voli Juhibbu krabbuka An ašijaa kathīra juhibbu ha Allah te tamo obaveštava O puno stvari koje On voli Limada? Zašto? Juhibbu krabbuka Allah innu hu juhibbu thalik Min ađli an juhi kule lak Ana uhibbu hada še Allah te obaveštava O tome šta On voli Kako bi ga i ti volio Pa ako hoćeš Da se približiš Allahu Voli ono što On voli Ovo je stvar koja je jako bitna I treba da otvorimo oči Treba da otvorimo oči i srce Prema tim stvarima Da tražimo svaki put Koji voli ka Allah o ljubavi I da idemo tim putem I da spoznamo svaki put Koji Allah ne voli Ono što On ne voli Pa da se mi udalimo od toga A ako si ti od onih Koji puno vole Allaha Moraš da se udališ od onoga Što ti Allah zabranio Niti da se udališ od onoga Što je Allah naredio da radiš A tako se u stvari mi ponašamo Prema ljudima u svojim životima Koje volimo Naprimjer voliš majku ili oca Ili voliš profesora učitelja Koji te naučio i odgojio Pa je nemoguće onda da ti uradiš nešto njima A znaš da oni to ne vole Zašto? Zato što njih voliš i zato što ih poštoješ Niti ika ako možeš da uradiš bilo što Što oni mrze ili ne vole Bel lahom wa ikraman lahom Jer njih voliš i njih poštoješ Hakada nahnu ajedan jeđib An jakuna hubbuna lilla subhanahu wa ta'ala To tako treba da naša ljubav Bude prema Allahu te barake wa ta'ala Tako mi Allah braćo i sestre još jednom kažem Ne smije postojati u našim srcima Veća ljubav o ljubavi prema Allahu te barake wa ta'ala To je ono čime moramo ljubav prema Allahu Je nešto što moramo stalno usađivati I puniti time svoje srce Ljubav prema Allahu je poput bilke ili drveta koja se zasadi u srce Moramo je stalno posećivati i raditi oko nije svako malo Moramo da je zaljevamo vodom Ljubav prema Allahu te barake wa ta'ala u našim srcima Se poji tako što ćemo biti pokorni Allahu te barake wa ta'ala Sve što smo spomenuli da Allah voli To su stvari koje povećavaju našu ljubav prema njemu Ako tako budeš postupao doći će dan kada ćeš shvatiti da ljubav prema Allahu postoji Da je napunila tvoje srce Obavijestit ću te sada o jednoj čudnoj tajni Min aazami lahavati leti ta'išuha sa'adatan fi hajatik Najbitni najveći stvari koje živiš sretno u svom životu To je onaj momenat kada se okreneš prema Allahu Ha tijak sajidaan apa in sajidaan fitsela Primera kadh nasajdi u namazu Raafi an jedyka v duga Sidigao suho ruke tražići od gospodara Samao sada vidima l'iftar Ili postiče Allah te barake wa ta'ala proza iftar Ako ku tijak namaši naši Stare konejaj wa positi 30 noči Attele mo kuntemna na lalifraš في اللحظة التي تكون متجهاً إلى الله إن السعادة الكبيرة هي اللحظة التي تستطيع فيها أن تقول لله والله يا رب إني أحبك في الوقت عندما تقرين إلى الله تعالى صلى الله تعالى عبرنا وتقرينها وقالا أعطى الله أحبك أحبك على قمات السعادة وأن تتشعر بحبك العظيم للاح جلاله هذا في الأفضل قام لأسكارك وفي اللحظة أحبك على الأحيار سأختم به حدثنا ليلة وأنا أكثر من أكثر من أكثر كل ما ذكرناه في هذا اللقاء عن الحب لله فإنما نقصدو به حب العبادة الذي نتقربو به إلا الله سوى أكثر ما قلناه في هذا اللقاء تبارك وتعالى سوى على ربوانه غسطار سويته لا علاقة له أبدا بحبنا الطبيعي الذي نحب به سائر المحبوبات لأن أحد weilكم نحب المحبات pareceت بخطة وقالبا weighed بحبين لكن الحب ما قلنا عن الحب التي نتقربتي له إلا الله أعتبره به أثنان اختصر من الدخول والأكثر في هذا الشتي أولesome له فما بعد ذلك إما ما تشتغل إسلام وإيماننا فعلين أن نزيد من حبنا للاه إذا هل أننا نمارس في إسلام وإيمان تجب أن نحن نتعرف لأن لباقضي الله تبارك و تأعلا تجب أن نتعرف أثناء و السلام ثلاث من نجل أجد حلاوة الإيمان إما قال الله تساء الله بسنا كبارك و سلال للمساكل أجد كل شيء نحن نحن على إنشاء إما قال حلاوة الإيمان لابد أن يصل إلى قمة الإيمان ومتعة الإيمان فلابد أن يجد هذه الأشياء كما يريد أن يصل إلى رهونة وجيفة وإيمان يجب أن يكون هذه الأشياء أولا الثلاثة قال أن يكون الله ورسوله أحبا أحبا إليه مما سواهما يعني لا ينبغي أن يسبقه حب شيء آخر قال الله صلى الله عليه وسلم قال أن يخبر الأشياء فيها الأشياء هو الأشياء 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 هذا أحبا إلى أن أكبر واحدة وليس ألتقي بهم مرة أخرى في الحيات أو لا Kubinواللحي حبا لكم سأقولو كلمة واحدة سأقولو بم رابعهم كلمة الله سبحانه أترجم الوصفكي في حقيقة سوء يومي وأنه كانت هذه عبنة أترجم الوصف لأمان وأنه يوجد لأمان وأنه سكرم هذه المتحدة عن حب وفرح ورحم وأنه ليقائهم و الجلوس وأنهيهم وإحضائهم سكرم الوصف سوف أترجم الوصف كما قبل إبقى لأمان أطرق بالمع ويجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا القاك يد الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقودنا إلى حبك يد الجلال والإكرام اللهم املأ صدورنا وقلوبنا بحبك يا أكرم الأكرمين واجعلنا يا رب من أقرب المقربين إليك ومن أوجه من توجه إليك ومن أخصهم زلفة لديك يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تولنا اللهم في من توليت وهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقنا عبد الله وقنا عبد الله وصحبه أجمعين وقنا عبد الله وصحبه أجمعين وقنا عبد الله وزال من حال حليم لأجمعين ترجمة نانسي قنقر